اطلقت شركة مرسيدس بنس سيارتها الاختبارية العجيبة جينيريشن اي كيو ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات لتجلب انظار الجميع نحو منصتها هذه السيارة الاختبارية الجديدة عبارة عن مركبة SUV رباعية الدفع تعمل على الكهرباء وتقدم لمحة عن سيارة انتاجية كهربائية عالية الاداء ستطلقها مرسيدس عام 2019 لتنافسه بالتحديد السيارة الامريكية تسلا موديل اكس هذا بالاضافة للسيارتين القادمتين اودي اي ترون كواترو وجاكوار اي بيس وتحمل السيارة الاختبارية الجريئة ذات الخمسة ابواب ابعادا قريبة من شقيقتها الانتاجية مرسيدس جي ال سي كوبي والتي سبق ان اختبرها فريقنا في عرب جي تي وتعتمد سيارة مرسيدس جينيريشن اي كيو على محركين كهربائيين واحد على المحور الامامي والثاني على المحور الخلفي وتعتمد سيارة مرسيدس جينيريشن اي كيو على محركين كهربائيين واحد على المحور الامامي والاخر على المحور الخلفي ويولد المحركان قوة 402 حصان و700 نيوت المتر من عزم الدوران ويرتبط المحركان مع بطارية ليثيوم ايون قادرة على جعل السيارة تسير لمسافة 500 كم في الشحن الواحدة وفور اطلاق هذه السيارة الاختبارية اكدت دكتور ديترزيتشي الرئيس التنفيذي لشركة دايملر المالكة لعلامة مرسيدس بنز انها تمثل اطلاق الفرع EQ المتخصص في صنع سيارات مرسيدس الكهربائية شاركونا اعزائنا متابعي عرب جي تي برأيكم في تصميم احدث سيارات مرسيدس الاختبارية من خلال خانة التعليقات المرفقة في الاسفل لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي